على قدومكم وعلى تنظيم هذا الحوار فخامة الرئيس أود التطرق إلى ملف قريب جغرافيا لتشاد أي ليبيا حدثت جرائم حرب حسب الأمم المتحدة مع قسم خيمات المهاجرين مع خمسين قتيل وهناك قضية العبودية في ليبيا ما ردت فعلك على هذه المأساة وتتابع المآسي بشأن المهاجرين في ليبيا أولا يجب أن نسلم بأن الوضع في ليبيا لا ينفك ويتدهور كان هناك قص وكان هناك رد فعل محلي حرسوا السجن الذين أطلقوا النار على المهاجرين الذين كانوا يحاولون الفرر من القصف وأدى ذلك إلى الحصيلة المراوعة التي بلغت خمسين ضحية وأكثر من ذلك لأن هناك العديد من الضحايا قبل الوصول إلى الأراضي الليبيا وأثناء عبور البحر الأبيض المتوسط وأنا أندد هذه الهجمة ويجب العثور على الجنات نحن ننتظر من المجتمع الدولي إجراء تحقيق من أجل تسليط الضوء على هذه الحادثة هل تخشى على غيراري حكومة الوفاق الوطني أن المشير حفتر هو المسؤول عن القصف أنا لست هنا لأنحزل طرف أو لآخر ولكنني أعلم أن هناك هجمات انقتم القيام بها كان هناك القصف الجوي ولكن أيضا إطلاق النار على أشخاص بدون رفق سرشفقة ولا رحمة من قبل الحراس الذين كانوا يشرفون عليهم هل تخشى أن تنهار الدولة الليبية منذ عدة سنوات ونالك عدم استقرار؟ ليس هناك دولة في ليبيا ما هي الدولة؟ الدولة هي فضاء فيه مؤسسات تسير البلد وتشرف على السيادة والدفاع عن البلد مؤسسات تعمل بشكل طبيعي وتحافظ على استقرار وأمن المواطنين ولم تكن هناك دولة في ليبيا منذ عام 2011؟ لقد قلت غالبا أن المشير حفتر ربما يكون حلاً لمشكلة الليبية الآن هو أطلق هجوماً على طرابلوس وظن أنه سينتصر لكنه وقع في المستنقع هل هو رجل موقف أم ينبغي الانتقال إلى فعاليات أخرى؟ لن أخذ في التفاصيل لكن كل ما أعلمه أنه في هذه الحرب لن يكون هناك فائز هل أخطأ بظنه أنه سينتصر؟ أنا لا أدري لا يمكنني أن أجزم بخطأه أم صوابه ولكن في هذه الحرب لن يكون هناك فائز بالتأكيد وبالأيك الحرب ربما تستمر وتزداد حدة هذا ما نراه اليوم سنتقل من الشمال إلى الشرق السودان يعيش موقفاً تعرفه نهاية عمر البشير ويبدو أن هناك اتفاق بين العسكر والمجتمع المدني هل أنت وافق من أن هذا الاتفاق سيخرجنا من الأزمة؟ لأول مرة منذ سقوط رئيس البشير تمكنت جميع الأطراف من التوصل إلى اتفاق إنها خطوة حاصمة ويجب على السودانيين أن يتفقوا على المواضيع الجوهرية وذلك حتى يتسنى لهم إرساء المؤسسات الانتقالية التي ستفضي خلال السنوات القادمة إلى انتخابات وعودة الهدوء إلى السودان وإدماج المجتمع السوداني بما في ذلك المجموعات المسلحة أنت وافقني ذلك؟ أنا على ثقة من قدرتي السودانيين على الحوار وإيجاد حلول لمشاكلهم أود التطرق للساحل مجموعة الدول الخمس في الساحل موجودة منذ عدة سنوات على الصعيد العملياتي الأمور ليست على ما يرام ولا على الصعيد المالي هل يمكن أن نقول اليوم أن مجموعة الخمس تشكل فشلا؟ ألا ينبغي أن نقول أنه ينبغي الانتقال إلى أي شيء آخر؟ لا سيما أننا لاحظنا في بوركينا وفاسو ومالي ونيجيريا الهجمات تزداد لا يمكننا بعد أن نجزم بأن المجموعة قد بأت بالفشل الدول الأطراف بذلت ما في وصعها من جهود في مجال مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل ولكن ينقصنا التمويل ينقصنا تمويل مستدام حتى نمكن هذه المجموعة من الإطلاع بعملها نحن نكرس الكثير من الجهود وتمكننا من تحقيق نتائج ملموسى في هذا الصدد ولكننا نفتقر إلى الإنكانات المادية وإلى التمويل المستدام الذي سيتيح لمجموعة الساحل الخماسية محاربة الإرهاب في المنطقة بشكل فعال يحضون الأمل بأن شركاءنا المعنيين سيتمكنون من تعبئة الموارد والأمم المتحدة أيضا يجب عليها أن تتيح إطارا قانونيا من أجل الإطلاع بعملنا في المنطقة والأمريكان لا يريدون هذا نحن نأمل بأن أصدقائنا الأمريكان سيدركون بأن مكافحة الإرهاب ليست مسألة منطقة الساحل أو دولة بعينها ولكنها مسألة المجتمع المدني برمته كلما سرعنا في التمويل وإيجاد الأطر القانونية اللازمة كلما ازدادت فعالية المجموعة وبلغنا نتائج ملموسة ولكن هناك أمر واضح إن كان في مالي أو في بوركينا فاسو الجهاديون يبدون وكانهم ينتصرون والدول غير قادلة على الرد هل أنت قلق أنه على الرغم من الحضور الفرنسي والدولي يبدو أن الجهاديين هم الذين ينتصرون لا يمكنني أن أقول أن لهم الغلبة فمتى اليوم الظروف أدت إلى تفاقم هذه الوضعية فقد أصبح الجهاديون يختارون ضحاياهم ويتحينون المكان والزمان المناسب لشم هجماتهم ولا يمكننا أن ننشر جنودا في كل كل متر فقد أصبحوا يتبعون سياسة الكر والفر هذه حرب غير متناظرة ولا يمكننا أن نستجيب الند بالند إذا لم تكن لدينا الوارد اللازمة حسناً أود التطرق إلى بادرة قمت بها منذ بضعة أشهر حيث استأنفت العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي زارة شاد وأنت زرت إسرائيل هذا شكل مفاجأة كثيرون يعتقدون أن هناك تبادل استخبارات وعقود تسليح لماذا هذه البادرة؟ قبل عشر سنوات شرعنا في هذه العملية مع إسرائيل أكثر من عشر سنوات وذلك من أجل استأنف العلاقات الدبلوماسية معها أعتقد أنني قلت خلال قمة لمنظمة تعاون الإسلامي في سنوات الألفين أن الحل الأمثل ليس الإنطواء على النفس ولكن التقرب من الآخر لا يجب أن نكتيف فيها فقط بانتقاد إسرائيل ولكن يجب أن نقيم معها حوارا من أجل إيجاد حلول فحوار الصم لن يفضي لأي شيء نحن لم نذهب لخيانة القضية الفلسطينية ولكننا نرى بأن إسرائيل من شأنها أن تكون شركا يمكننا التفاوض معه لا سيما فيما يخص القضية الفلسطينية هل وعد الإسرائيليون بتقديم الأسلحة والاستخبارات لكم؟ لم نتحدث أبدا عن صفقات أسلحة الأسلحة يمكن اقتناؤها خارج إسرائيل أليس كذلك؟ سؤالي الأخير يتعلق بسياسة الداخلية منذ بضع أسابيع الولايات المتحدة انتقدت غياب الحريات العامة وأن الانتخابات التشريعية المنتظرة منذ 2015 لم تنظم ولن تكون ذات مصداقية مرحبا